أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مع الحكيمة وتغطياتنا المستمرة في مواجهة فيروس كورونا والتي سنتحدث فيها اليوم عن القلب وأمراض القلب في عصر الكورونا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة عن أمراض القلب في زمن الكورونا وضيفنا فيها الدكتور وليد رحمة استشار أمراض القلب دعونا مشاهدين نتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث شرعت قطر في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي محليا بالتعاون مع شركة أمريكية بهدف تغطية متطلبات القطاع الصحي بالبلاد والتصدير للخارج في ظل زيادة الطلب عليها لعلاج المصابين بكورونا وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قناة أن الدوحة أطلقت على المنتج المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي اسم سيفر كيو ويقام المشروع بالتعاون بين شركة برزان تابعة لوزارة الدفاع القطرية وشركة ويل كوكس الأمريكية ويقدر إنتاج الشركة بألفي جهاز إسبوعيا هذا وقد زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مركز البحوث والتطوير بشركة برزان اليوم الأربعاء في مقرها بواحة العلوم والتكنولوجيا وطلع على خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعية كما التقى أمير قطر عددا من المهندسين القطريين العاملين بالمركز والذين يعملون على إنتاج الأجهزة المطابقة لمعايير منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت شركة الأدوية العملاقة فايزر أمس الثلاثة أنها قد يكون لديها لقاح لفيروس كورونا جاهز بحلول الخريف وقد بدأت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بدأت بالفعل جرعات تصنيع ضخمة تهدف إلى تجهيز مئات الملايين من الجرعات بحلول نهاية العام عادة ما يستغرق تطوير اللقاحات عدة أشهر أو ربما سنوات لكن الباحثين يسارعون نحو التجارب البشرية ويقولون إن العملية أصبحت لأن الفيروس أصبحت أسهل لأن الفيروس المعروف علميا باسم سارز كوفيد 2 لا يتحول ويتشابه مع الفيروسات الأخرى التي شهدت في الماضي وفي حديثه مع صحيفة وول ستريت جورنال قال الرئيس التنفيذية لشركة فايزر ألبيرت بورلا قال إنها أزمة في الوقت الحالي وهناك حاجة ماسة إلى حل من قبل الجميع اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي بنفسه عن طريق حقن الجسم بجزء يخبر الخلايا المحاربة للأمراض ما يجب أن تبنيه حلقة اليوم مشاهدين مختلفة قليلا لأنها موجهة نحو فئة خاصة من المرضى وهم أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى القلب الذين هم في خطوط المواجهة مع فيروس كورونا فقد أكدت دراسة صينية حديثة أجراها المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المرضى الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية سيئة تكون احتمالية وفاتهم بسبب الإصابة بالفيروس أكبر من الأشخاص العاديين وأكدت الدراسة أن نسبة الوفيات بعد الإصابة بالفيروس للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بلغت نحو 10% وبالطبع فإن هذه الدراسات ليست دعوة للاستسلام ولكنها دعوة للاستعداد والمواجهة بشكل يليق بحجم الخطر فمرضى القلب وذويهم عليهم مجهود مضاعف وهذه الحلقة هي لهم وفي حلقة اليوم نستضيف الدكتور وليد رحمة استشاري أمراض القلب دكتور وليد أهلا وسهلا بك أهلا بك يا ميسون مساء الخير لألك والسعادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات لقناة الجزيرة مباشرة يسعدني أن أكون بتغطي معكم هذا اليوم حول خصوصية مرضى القلب عند إصابتهم بفيروس الكورونا نعم دكتور وليد في البداية ما هي أمراض القلب وهل يعني أنواع أمراض القلب وهل كل مرض قلب يعتبر مرض مزمن؟ الحقيقة أمراض القلب متعددة بأسبابها متعددة بأعراضها هناك بعض الفئات الحقيقة من مرضى القلب على درجة علم الخطورة الحية إذا ما تمت إصابتهم لصبح الله بفيروس الكورونا أهم هؤلاء المرضى هم المصابين بقصور القلب الشديد هؤلاء أكثر عضا من غيرهم لحدوث اختلاط خطير عند الإصابة بالكورونا من الإصابات الأخرى اعتدالات القلب المولد لإضطرابات نظم القلب المصابين بتضيقات شديدة بأصمامات القلبي أيضا عرضة لحدوث مخاطر كبيرة عند الإصابة لا سمح الله المصابين بإرتفاع ضغط الدم الشرياني أيضا والمصابين بالداء الإكليل الشديد أيضا معرضين لحدوث اختلاطات خطيرة ولناس أيضا المصابين باحتشاء حديث في عبد القلب أقل من 6 أسابيع أو الذين أجروا جراحة قلب مفتوح خلال أقل من 6 أسابيع أيضا إذا قدروا أن يصيبوا لا سمح الله فسيكونون على درجة من الخطورة العالية لماذا يعد الأشخاص المصابين بأمراض القلب إن كانت مزمنة أو الأمراض الحالات التي ذكرتها دكتور لماذا يعد أقل مناعة من الأشخاص العاديين هل بالفعل أمراض القلب تضعف مناعة الشخص أو جهاز المناعي للمريض؟ ميسومة ما بنعرف كلها أن المناعة لجهاز الدوران أو القلب أو الجملة الدموية هي العضو الرئيسي الذي يؤمن وصول الدم للأنسجة ويؤمن وصول الكريات البيضاء والكريات المحاربة للفيروسات أو للجراسيم يؤمن وصولها للأعضاء والأنسجة إذن وجود جملة دموية سليمة هو شرط أساسي لوجود مناعة سليمة عندما يكون هناك مرض مزمن في القلب أو في جملة القلب والدوران بشكل عام سوف تتأثر التروي الدموية وبالتالي تتأثر المناعة معها ويصبح المريض أقل كفاءة في مقامة الأمراض وإن كان الجرسومي أو بيروتي بجميع أشكالها تصبح مناعته أقل هل هذا ينطبق دكتور على أمراض ارتفاع ضغط الدم؟ لا شك أن ذلك ينطبق أيضا على مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني المزمن خاصة فئة المرضى الغير منضبطين بالعلاج أو بالحمية اللي عندهم ارتفاع ضغط مستمر بقيم عالي بيصير عندهم اعتلال حياء بالشرايين وهذا الاعتلال بدوره يؤدي إلى نقص تروي أيضا في العضاء والأنسجة ويؤدي بدوره أيضا إلى تأثر المناعة سلبيا عند المرضى والأشخاص نعم وبالنسبة الذين أجروا عمليات القلب المفتوح أو عمليات من هذا الشبيه هل هم أيضا أكثر خطورة من باقي الأمراض؟ طبعا عملية القلب المفتوح هي عملية كبيرة فيها فتح صدر فيها جراحة كبيرة فيها فتح قص القلب يحتاج مثل ما قلنا 6 إلى 8 أسابيع لتتحسن وظيفة العضل القلبي بعض إجراء الجراحة خاصة جراحة المجلزات الإكليدية أحيانا 3 إلى 6 شهر لحتى القلب تتحسن وظيفته ويصير قدرته على ضخ الدم وتزويج الأنسجة بالدم كافية يحتاج هذه الفترة من الزمن إذن ضمن هذه الفترة اللي هي شهرين لتلتشور من الجراحة بيكون الأن لسا ما استعاد قدرته على الضخ الدم بشكل كافي وأيضا يعتبر هنا المريض ناقص للمناعة وجهازه المناعة غير قادر على التصدي للفيروسات أو للإنترنت بشكل كافي وكما يجب نعم وبالتالي دكتور وليد نحن الآن في جائحة كورونا هل بالفعل فيروس كورونا يصيب القلب مباشرة؟ ما في شيء مثبت تماما عن أدية حدوث الإصابة هناك دراسات كثيرة خاصة بأهان بالصين أو بإيطاليا أو بالولايات المتحدة الأمريكية وجدوا وجود أدية وهناك نظريتين في الحقيقة لحدوث هذه الأدية في القلب النظرية المرجحة في الأكثر هي أن يحدث التهاب في العضل القلبي في سياق الإنترنت الجهازي المعمم الذي يحدث عند الإصابة بالفيروس يصير في إطلاق كميات كبيرة من السايتوكينات في الدم والمعقدات المناعية الأخرى والوسائط الكيمائية هذه بدورها تقوم بالتأثير على وظيفة القلب سلبيا أهم ما يلاحظ بوجود الإصابة القلبية إذا ما حدثت هو تدني الوظيفة القلبية يعني القلب ما بقى يقدر يضخ دم كما يجب الآلية الثانية أن هذا الفيروس عندما يصل إلى الدم عن طريق الرئتين يمكن له أن ينتقل باللمف أو بالدم ويتوضع على مستقبلات في العضل القلبي مباشرة ويحدث تأذي بها كما يحدث تأذي بالخلايا التنفسية السنخية في الرئتين لكن الآلية بدقة غير معروفة هؤلاء نظريتهم مرجحتان لتكون آليتين للإصابة القلبية في سياق الإصابة بالإنتان الفيروسي كوفيد 19 نعم دكتور وليد سندخل في تفصيل أكثر عن هذه الدراسات وعلاقتها مباشرة مع أمراض القلب ولدينا بعض الدراسات حيث أوضح الباحثون بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس ومعهد تكساس لأمراض القلب بالولايات المتحدة أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على صحة القلب حتى بين الأشخاص الذين لم يعانوا في السابق من أمراض القلب والأوعية الدموية وكشف الباحثون في دراستهم المرجعية التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية جاما كاردوليجي أن عدوى كوفيد 19 يمكن أن تسبب التهاب الأوعية الدموية وفي عضلة القلب وكذلك عدم انتظام ضربات القلب وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة جاما كاردوليجي إلى أن أكثر من واحد من كل خمس مرضى يصابون بتلف في القلب نتيجة كوفيد 19 أو كورونا في وهان الصين في حين أن بعض هؤلاء المرضى لديهم تاريخ من أمراض القلب فإن البعض الآخر ليس لديهم هذا التاريخ إذن ماذا يحصل يقول أطباء القلب إن العديد من السيناريوهات قد تتكشف قد يعاني القلب من عدم قدرته على ضخ الدم في حالة عدم وجود ما يكفي من الأكسجين مما يساعد الفيروس من غزو خلايا القلب مباشرة وهناك فرضية أخرى أن الجسم في محاولته القضاء على الفيروس قد يحرك عاصفة من الخلايا المناعية التي تهاجم القلب خاصة عندما يكون الشخص مصابا بفيروس كورونا دكتور وليد ما رأيك بهذه الدراسة وكما ذكرت تقول هذه الدراسة أن ربما الفيروس يؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة وربما يؤثر على الذين ليس لديهم تاريخ إصابة بأمراض القلب ما رأيك؟ نريد أن نتفق على مسألتين في هذا الموضوع كل الأشخاص سواء كانوا أصحاب أمراض قلبية مزمنة أم لم يكنوا من أصحاب الأمراض القلبية هم معرضون للإصابة القلبية أثناء حدوث الإنتام بالفيروس كورونا ولكن يضاف عامل آخر أن أصحاب الأمراض القلبية المزمنة الذين كانوا بحالي من الاستقرار الطبي قبل الإصابة بالفيروس طبعا كانوا موضوعين على أدوية كان عندهم حمية طبية كان عندهم نظام حياة خاص كانوا مستقرين عندما يأتي الفيروس ليصيب جهاز التنفسي فيحدث ما يسمى بالقصور التنفسي الحاد هذا القصور التنفسي الحاد ينعكس بالضرورة على القلب يطلب منه أن يعمل بشكل أكبر لكي يعاوض نقص الأكسجين الحاصل جراء القصور التنفسي وهنا يحدث ما يسمى بقصور المعاوضة القلب كان مستقر طلب منه عمل أكثر هنا يظهر العجز ويظهر قصور القلب الحاد الناتج عن القصور التنفسي الحاد إذن أصحاب الأمراض القلبية السابقة الحياة إذا لم أصيبوا احتمال أن تحدث لديهم تداعيات طبية خطيرة أكثر في الحقيقة من الأشخاص الذين لم يكن لديهم أمراض سابقة قلبية ولكن كلا الفئتين معرضتين لأن تصابا بأذية قلبية في سياق الفيروس كورونا سواء بالإصابة المباشرة عن طريق الفيروس بوصوله للقلب أو عن طريق الاستجابة المناعية الجهازية التي تحدث نتيجة الإصابة الفيروسية للرئتين ما هي طبيعة هذه الأذية القلبية التي تحدث في سياق الإصابة بالفيروس كورونا وهل تستمر بعد شفاء المريض من هذا الفيروس تستمر هذه الأذية؟ الدراسات ما زالت قليلة هناك تقارير طبية هناك بعض الدراسات قليلة العدد التي نشرت الحقيقة بالصحف الطبية أو بالمواقع الطبية المتعددة ذكرت أشكال الأذية القلبية ذكرت بالدرجة الأولى كما أسلفت حدوث قصور وضعف في قدرة القلب على ضخ الدم نحن نسميها قصور العضل القلبية الحاد من الأشكال الأخرى حدوث اضطراب في ضربات القلب ممكن أن يكون هذا الاضطراب تسارعي حدوث نوبات تسرع قلبي أيضا بسبب وجود المعقدات المناعية وارتفاع درجة الحرارة ونقص الأكسجي كل هذا يؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب في ضربات القلب على الناحية الأخرى ممكن أن يحصل التباطؤ في ضربات القلب وحدوث حصارات قد يتباطع ضربات قلب المريض إلى درجة قد يتوجب معها وضع بيسميكر للقلب أو نظم خطأ لكي نعيد له سرعته الطبيعية لكي يتمكن من ضخ الدم بالكمية الكافية للأعضاء المتنوعة من الإصابات الأخرى كما قلنا إصابة بإمتان التامور التهاب التامور هو الغشاء المحيط بالقلب أحياناً قد يصاب بالالتهاب كأي فيروس آخر في الحقيقة هذه أهم الأشكال التي ورد ذكرها خلال الدراسات القليلة التي قدمت إلينا في الأشهر السابقة من أماكن أو المستشفيات التي شهدت إصابة عدد كبير وتلقي حالات كثيرة من الكوفيد ناينتين في الأشهر السابقة نعم، وهل تستمر هذه الحالة بعد الشفاء من الفيروس دكتور؟ أهلا أريد أن أذكر أن العاصفة السايتوكين أو المعقدات المناعية في سياق الإنتيان الجهازي الحاصل في الكورونا يحدث حالي نسميها فرط تخثر الدم فرط تخثر الدم يقود إلى حدوث خثرات أو جلطات صغيرة يمكن أن تؤدي إلى انتداد في الشرعين الإكليلية أو في الشرعين الرئوية أو الشرعين بشكل عام هل الأذية الحادة الحية عم تسألين أنه هل هناك شفاء بعد الإصابة أم هناك يعني عقابيل مزمنة أو تأثيرات يعني هل يصبح مريض كورونا الذي أصيب بأذية قلبية هل يصبح مريض قلب مزمن بعد شفائه من فيروس كورونا الحية الدراسات الموجودة ما عطت لحد الآن شيء بالتأثير المزمن بعد الإصابة الحادة لسه ما في شيء واضح نحن عم نتعامل مع حالات حادة الآن تعالج ومن الممكن الحية أن يبقى بعض التأثيرات المزمنة قصور القلب الحاد ممكن بعد الإصابة بالفيروسات بشكل عام ممكن عند أكثر من 50% من المرضى يتحسن ويرجع القلب لوظيفته الطبيعية أما بالتحديد بالفيروس كوفيد-19 بعد ما في دراسات إحصائية كبيرة بتأكد الإنذار لهؤلاء المرضى ولكن الآن ما علينا هو تدبير الحالي الحادي لإخراج المريض من مخاطر الإصابة الحادي ومخاطر الوفاة لا سمح الله نعم ربما علينا الانتظار لمعرفة إذا كانت هذه الأذيات أو الأثار ستبقى إلى فترة طويلة ذكر الدكتور أنه كيف يجب أن نتعامل مع القلب مرضى القلب عندما يصابون بالفعل بفيروس كورونا ما هو التصرف الأمثل مع هؤلاء المرضى كما ذكرت في بداية الحوار أن هناك فئات من المرضى عالية الخطورة أذكر منهم على سبيل المثال الحصر المرضى المتقدمي بالعمر فوق الخمسة وستين عام المرضى المصابين بالأمراض القلبية وارتفاع الضغط مرضى السكري مرضى القصور الكلوي المزمن إذا مرضى القلب هم فئة عالية الخطورة بمعنى ليس أنهم معرضون للعدوى أكثر من غيرهم كلا هم على نفس الدرجة بالنسبة للعدوى ولكن إذا ما تمت العدوى لا سمح الله ووقعت الإصابة فهؤلاء المرضى غالبا يحتاجون إلى مشفى وعناي للرعاية الصحية مباشرة أما باقي الحالات كما تعرفين 80% إلى 85% حالات بسيطة أو متوسطة غالبا لا تحتاج مشفى قد تحتاج أن تبقى في المنزل فقط مع بعض الرعاية والمسكنات والتواصل عبر الهاتف بنقطة طبية معينة لأخذ الإرشادات أما مرضى القلب بحكم أننا سنتوقع حدوث اختلاطات شديدة لديهم وقد يحتاجون لا سمح الله أن يوضعوا على جهاز تنفس الاصطناعي مجرد ما ثبت التشخيص لديهم بتحليل بي سي آر حتى وإن كانت أعراضهم خفيفة يجب أن يؤخذوا إلى مشفى على الأقل إن لم يكن إلى العناي للمراقبة اللسيقة والاستعداد لتقديم الخدمات الطبية المتقدمة لأن الحالة متوقعة أن تترقى للأسوأ سمح الله النصيحة الأخرى عند هؤلاء المرضى عندما يشعر بأي عراض تنفسي لنقول سعال جاف من عدة أيام ترفع حروري ألم في الصدر ينصح لديهم بالاتصال بالرقم المخصص لمتابعة مرضى الكورونا وهو كل دولي طبعا تضع رقم مخصص لهؤلاء المرضى أن يشرحوا ما ما يشعرون بهم من أعراض ويذكروا أنه من أصحاب أمراض القلب لأنه غالبا سوف يتم إجراء البي سي آر لهم لنفي أو تأكيد التشخيص للمضي قدما إذا ما كان التشخيص إيجابي لأخذهم إلى المشفى ورعايتهم عن قرب نعم وبالنسبة لإيقاف هذا الضرر إذا كان مريض مصاب بالقلب أو مرض القلب هل هناك ربما احتياطات توقف الضرر أكثر على الجهاز القلبي أو جهاز الضغط تحديدا أكثر من غيرهم من الأشخاص الآخرين ما عليش ما يسمون إذا تعيد السؤال كنت أسألك عن موضوع أمراض أو أصحاب أمراض القلب هل هناك عندما يصابون بالفيروس هل هناك ربما يعني بعض الإجراءات الوقائية ربما في المستشفى أو عن طريق الطبيب تقيهم من أذيات متطورة للقلب في الحقيقة في هذا الموضوع عندما تتم الإصابة يعني سوف يعالج المرضى كافة سواء كانوا مرض القلب أو وير القلب نفس الطريقة بنفس الطريقة وسيتم معالجة الأمور العرضية يعني سيتم الدعم التنفسي بجهاز التنفس الاصطناعي إذا حصل قصول تنفسي شديد بدي أخده صادات بدي أخده أكسجين بدي أخده خافضات حرارة وتعالج الحالة حسب درجة كل حالة على حدة أما المهم في الموضوع في هذا الجانب هو الدرء الإصابة ومنع نشر العدوى قدر الإمكان هذا الفيروس حسب ما تضع خلال الأشهر السابقة أنه سوف ينتشر نوعاً ماه سوف يصل إلى الدروة معين نحن لا نستطيع إيقافه بالكامل ولكن علينا أن نبطئ سرعة الانتشار لأن في الحقيقة إذا أبطئنا سرعة الانتشار خفت الحالات التي تستدعي أن تدخل إلى المشفى دفعة واحدة يعني تصوري وجود عشرات الألاف من المصابين كما حصل بإيطاليا أو بأوهان أو بإسبانيا لم يمنعوا العدوى بالشكل الأمثل لم يلتزموا الحجر الاجتماعي والتباعد الاجتماعي حتى أصيب عشرات الألوف دفعة واحدة واضطروا لأخذ حالات كثيرة إلى المشفى لم يجدوا لها مكان في المشفى أما لو كانوا ملتزمين بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي وتبقي العدوى لكانت أنظمتهم الصحية أفضل من ذلك بكثير ولا كانت نسبة الوفيات أقل بكثير ولكن للأسف حالات حرجة دفعة واحدة أدت إلى هذه النسبة الكثيرة من الوفيات والعجز العجز المشافي عن أداء الخدمة الكافي لجميع المرضى إذن ننصح مرضى القلب قدر الإمكان بالتزام المنزل والتباعد الاجتماعي وعدم المخالطة لغير عناصر العائلة أو حتى أفراد العائلة تجنبوا المخالطة اللسيقة لهم النصيحة الثانية الاستمرار في الأدوي الموصوفي وبشكل دوري وبالحمي الموصوفي بدي أنصحني كثير من الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامين سي والمأكولات الغنية بالفيتامين دي لأن من شأنها تقوية المناعة أن يتابعوا مع طبيبهم عبر وسائل التواصل إن كان الهاتف أو وسائل التواصل الأخرى لتابعوا أول بأول الرعاية الصحية الدورية المعتادين عليها ربما كما ذكرت دكتور نحن الآن في طور الدراسة ولا معلومات مؤكدة حول هذا الفيروس وتأثيره على القلب وباقي أعضاء الجسم دعنا ننتقل نحن والمشاهدين إلى دراسة أخرى عن خطورة عاصفة السيتوكين كما ذكرت قبل قليل حيث أظهرت دراسات أجريت في إيطاليا عن وجود مشاكل في عضلة القلب لدى مصابين بفيروس كورونا ورجح إنريكو أميراتي الخبير في التهاب عضلة القلب في مستشفى نيجواردا في ميلانو أن تكون مشاكل القلب لدى المصابين بفيروس كورونا مرتبطة باستجابة جهازهم المناعي للفيروس ويرى الخبراء أن الجهاز المناعي للإنسان وفي مسعى للتغلب على الفيروس يضخ كميات مفرطة من مادة السيتوكين عبر عملية تسمى بعاصفة السيتوكين وهي مادة كيميائية تنسق عمل الجهاز المناعي لتصدي للفيروس لكنها عندما تتجاوز الحد تضر بالرئتين والقلب على حد سواء كما أن الحمى الناجمة عن عاصفة السيتوكين تزيد من حرق الطعام وتدفق الدم من القلب لكن قلة الأكسجين تجهد القلب وتؤدي إلى تلف عضلاته خطورة هذه الحالة تزداد لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ممن أصيبوا بالفيروس ويرى الخبراء أيضا أن جهاز المناعة عندما يصل إلى هذه الحالة فإن ضرره قد يكون أكبر من نفعه دكتور وليد بالنسبة لعاصفة السيتوكين يعني باختصار نعطي فكرة ما هي عاصفة السيتوكين وما هي الخطورة منها كما بدأت الحوار معك وذكرت أن هناك علاقة وثيقة بين جهاز التنفس وبين جهاز القلب موضوع الاستجابة للإصابة بالفيروس أو لقدرة الجسم على التغلب على الفيروس يرتبط بعملين اثنين العام الأول هو شراسة الفيروس ذاته أي فوعته قدرته على الإمراض العامل الآخر هو يتعلق بجسم الإنسان نفسه يعني قدرة جهازه المناعي وكفاءة الجهاز المناعي على التصدي للفيروسات أو للأمراض عندما يتوضع الفيروس على الخلايا السنخية التنفسية أو عندما يصل إلى الدم هنا تأتي الخلايا المناعية أو الخلايا البيضاء الخلايا اللنفية أو الخلايا العديلات حسب نوع الفيروس أو الجرسوم تأتي لتحاوط الفيروس ولي تقضي عليه وخلال هذه العملية التصدي للفيروس يتم إطلاق وسائط كيموية في الدم أهمها السايتوكين هو عبارة عن مادة يعني نخذيني أبسطها شوي نشبهها بالهرمون أو بمادة يعني مادة كيموية تطلق لكي تقتل الفيروس فإذا كان الفيروس ذو شراسة خفيفة الحقيقة أخذنا نقول على سبيل المثال فيروسات الإنفلونزة الموسمية كمية السايتوكين قليلة كثير لأن الارتكاس المناعي بيكون كافي بارتكاس خفيف بسهولة للجسم يقضي على فيروس الأنفلونزة الموسمية وبالتالي ردة فعل الجسم ستكون خفيفة ليست شديدة أعراض ردة الفعل المناعي ستكون خفيفة الحرارة خفيفة الألام خفيفة السايتوكين بالدم اللي هو متلما اتفقنا مادي كماوي تساعد على قتل الجرسوم ستكون خفيفة إذن يشفى المريض بدون أعراض شديدة لكن في حالة كوفيد 19 فيروس شديد الشراسة فوعته شديد جدا يغزر رئتين بكمية كبيرة ويخرب خلايا الأسناخ الرئوية هنا مناعة الجسم تفرز وسائط كيماوية منها السايتوكينات بكميات جدا كبيرة في محاولة منها لكسر دفاعات الفيروس والقضاء عليه طبعا مو بس الفيروس سيتأثر بهاي المواد حتى الجسم حتى الخلايا حتى الأعضاء لما تكون سوية هذه المادة في الدم مرتفعة جدا تعطينا الأعراض رح يبلش عندنا حرارة عالية رح يبلش عندنا تسرع قلب رح يبلش عندنا تغير في درجة حموط الدم ممكن هذه السايتوكينات تؤثر على الكليتين لذلك سجلت حالات من قصور الكلاو أيضا في سياق الكوفيد ناينتين ممكن أن تؤثر سلبيا على وظيفة العضل القلبي وبالتالي يتدنى تدنى درجة بخ الدم وندخل في قصور كلاوي ممكن أن تسرع القلب وندخل كما ذكرنا في إطرباط نظم القلب أو في بطء قلب على العكس تماما إذن السايتوكينات هي مادة تفرز في سياق الاستجابة المناعية فإذا كانت استجابة معقولة ضد فيروس قليل الفوعة أو قليل الشراسة لن نلاحظ عراض مهمة أما بالكوفيد ناينتين نحن أمام فيروس شرس جدا الاستجابة المناعية ستكون عنيفة جدا السايتوكين أحد هذه الوسائط الكيموية التي تتحرر في الدم سيكون كلها تأثيرات مثل ما أنها اللي عديناها قبل شوي وإذا جسم الإنسان وأعضاءه كانوا أعضاء جيدة غير مريضة غير متقدم بالسن بيتحمل هذه الأعراض الحياة قد من كانت شديدة وينجوا بإذن الله تعالى إذا كان من السئات الخطرة بدي يعاني شوي من بعض الخطورة لا سمح الله قد تصل إلى الوفاة أحيانا طب دكتور بالنسبة لعاصفة السايتوكينا كما ذكرت ولها ربما أضرار هل يمكن التدخل هنا عندما تحدث هذه العاصفة؟ التدخل طبيا دوائيا لتقلل الأضرار بالنسبة للأجهزة الأخرى من الجسم؟ بحال حدوث الإصابة كما أسلفت تتم المعالجة بشكل عرضي يعني مريض حرارة عاية سنعطيه خافض حرارة سنعطيه صادات حيوية الحية ممكن يكون يعني ما في صاد معين ولكن جرب الكلوروكين لفترة والحية هلأ في نتائج سلبية بعد ما أعطى نتائج جدابية ما أعطى كثير حطوهم بروتوكول المعالجة ندعم المريض بالأكسجين حتى يتمكن الجهاز المناعي من القضاء على الفيروس يعني نحن ندعم المريض نقوي منعته بالفيتامين سي بالسوائل بالأكسجين بالصادات الحيوية مضادات الفيروسات ممكن أن يكون لها بعض الفائدة ونترك المجال للنظام المناعي أن يقوم بدوره بالقضاء على الفيروس أما ما في شيء محدد نحن نقدر نوقف الحدثية المرضية عند حدوث الإصابة الحية بالنسبة الأدوية المتداولة حالياً في علاج كورونا أو كوفيد نايتين هل هذه الأدوية التي تجرب حالياً وغير معروفة ربما صحتها أو مدى أهميتها واستجابتها للأمراض هل ربما بعض هذه الأدوية تؤثر فعلياً على عضلة القلب أو على مرضى القلب؟ دعنا أوضح فكرة هنا أنه كل الأدوية التي استخدمت في العديد من البلدان اللي صار عندها إصابات كبيرة وحالات حرجة جداً الحية استخدمت على سبيل التجربة يعني ما عندهم خيار آخر حالات عم تموت كتير حالات شديدة حالات على الجهاز التنفس كتير كبيرة إنتان رئتين شديد ذات رئة فيروسية ومنتشرة في الرئتين فكانوا هنا أدام خيار أنه جربوا بعض الأدوية وعلى رأسها الهيدروكسي كلوروكين مضطرين كانوا الحية انقذت بعض الحالات ولكن حالات أخرى كان كما ذكرت إلى تأسيرات سلوية يعني الكلوروكين لما بنعطى له تأثير على نظم القلب أحياناً يؤدي إلى حدوث رجفان بطينة تطاول مسافة كيوتي وقد يؤدي إلى توقف قلب مفاجئ بالإضافة إلى تأثيرات جانبية أخرى على أعضاء أخرى لسنا بصدد ذكرها فهي واسعة ولكن أنه قد يتأثر القلب بالكلوروكين حصراً وأما منظمة الصحة العالمية الحقيقة ما اعتمدت أي دواء بالنسبة لعلاج الفيروس الكوفيد ناينتين ولكن هذه الدول جربت تحت وطأة الحالات الشديدة هذه الأدوية وأخذت نتيجة منها ولكن ليست بالنتيجة المرجوية بدون ثمن كما يقولون كان الثمن تأثيرات جانبية الحياة ظهرت فيما بعد وفي مرضى تعرضوا للانسمام وفي مرضى تأثروا من هذا العلاج إذن المنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء العالم ما اعتمدت هذا العلاج بشكل آمن ومؤكد نعم طب دكتور بالنسبة لأصحاب نبقى في أصحاب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني بالنسبة لهم كيف يعرفون أنهم في مرحلة خطيرة يعني بعض الأشخاص العاديين أو يصابوا بكوفيد ناينتين ولكن لا تظهر لديهم أعراض ولا تظهر لديهم ربما خطورة من هذا المرض ويشفون بعد مدة قصيرة بالنسبة لمرضى القلب كيف لهم أن يعرفوا أن ربما سيؤثر عليهم هذا الفيروس بشكل دعنا نقول خطر ربما كل المرضى حتى مرضى غير القلبيين مثل ما ذكرتي أنه ممكن تجي الإصابة بأعراض خفيفة ممكن نزلي صدرية خفيفة سعال خفيف ترفع حروري خفيف ومعظم الحالات هكذا في الحقيقة ممكن تكون أشد قليلا أقل قليلا لكن ليست حالات حارجة مرضى القلب مثلهم مثل غيرهم يعني ممكن يشعروا ببعض الأعراض التنفسية مثل أنها سعال دية نفس حرارة آلام في الحلق مرضى القلب إذا ما شعروا بهذه الأعراض في الحقيقة يجب أن يجرى لهم البي سي آر أو المسحة لتحري وجود الفيروس لأنه هن المعرضين أكثر من غيرهم حدوث اختلاطات عند الإصابة هلأ غير مرضى سليمين شبان ما عندهم أمراض إذا شكوا من بعض هذه الأعراض ننصحوا أنه يحجر حاله في المنزل يعتبر حاله مريض حتى يثوت العكس هو ليس مريض كورونا ولكن يجب أن يعتبر حال نفسه مريضاً يعزل نفسه عن أفراد العائلة ما يلامسهم ما يأكل ما يستخدم حاجاتهم الشخصية المناشف صح أن أكله لحاله الغسيل المتكرر اليدين التطهير أن يحرث كثيراً إذا ما عطس أو سعل إما باستخدام منديل ورقي أو باستخدام المرفق ويتجنب أن يعطس بالهواء لكي لا يطلق إرزاز يكون معدل الآخرين إذا الشخص السليم الصغير فقط الحجر والنظافة وتقوية المناعة بالفيتامين سي أو بالخضروات بالفواكه بالغذاء المتوازن إذا ما ترقت لديه الأعراض نقول له اتصل بالرقم المخصص للشكاية بشأن الفيروس كورونا وهم سينصحونه بإجراء التحليل أما الانتظار يأخذ مسكنات وخافض حرارة أما مرضى القلب والمتقدمين بالعمر خاصة أن يكونوا اثنين الحياة لأنه معظم مرضى القلب بطبيعة الحال يكونوا متقدمين بالعمر مجرد ظهور العراض التنفسي أنا برأيي يجب أن يجروا فحص التأكيد أو النفي للإصابة لكي إما نأخذهم للمشفى للرعاية للصيقة أو إذا طلعوا سلبي نقول لهم عدوا في البيت وخليكم بحجر جيد لبين ما تعدي هذه المرحلة إن شاء الله ولا أعد اللقاح للفيروس أو أن الفيروس يضعف مع نتيجة التغيرات الوراثية اللي بيجريها على نفسه طبعا كل فيروس بيحاول يغير من جيناته الوراثية لكي يصبح أشرس ولكن أحيانا يعني إذا تضعف قد تضعف قدرته على العدوى وقد يصبح غير غير مؤذي وبالفعل هذا ما نتمنى نتمنى نعم دكتور وليد دعنا ننتقل إلى الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة برنامج مع الحكيم لدينا سؤال من محمد المهدي يسأل هل في أمريكا يتم اختبار اللقاح عن طريق المرضى ربما بعض الأشخاص يسألون حول اللقاح هل يتم تجربته مباشرة على المرضى قبل طرحه في يعني للعامة لقاح سواء كورونا كوفيد 19 أو غير فيروسات لابد من تجربة اللقاح عند الشروع بإجراء دراسات لإعداده يجب أن يجرب قبل الطرح في الأسواق على أشخاص الصحاء ونتأكد أنه حرض المناعة المطلوبة ضد الفيروس قد تبدأ التجارب وغالبا على الحيوانات التجربة ولكن في النهاية يجب أن نأخذ فيدباك من المرضى البشريين أو الأشخاص الصحاء البشريين قبل أن يعتمد هذا اللقاح أنه مفيد أو غير مفيد نعم سؤال من محمد فالح يسأل هل يوجد لقاح ضد فيروس كورونا ربما هنا الجواب ينتظره العالم أجمع دكتور وليد الحقيقة حتى لحظة حديثي معك ليس هناك لقاح لهذا الفيروس تجارب لإعداد اللقاح بدأت ممكن من أكثر من شهرين الآن أحدث ما نقرأ عنه هو حدوث دراسة وتجريب وإعداد اللقاح في جامعة أكسفورت في بريطانيا ويقولون أنهم يعني عما يشتغلوا على الفيروس طبعا الفيروس لا نجربه على الإنسان إحنا ما بنجي نعطي إياه الفيروس بده ينحط بمعالجة وراثية كي نضعف قدرته على الإمراض وعلى الفتك إحنا لما بنحقنه للإنسان ما بنجي نجيب الفيروس متما هو بنحقنه يعني كأنه عم نجيب له المرض وبجزء الموت له سمح الله فهذا الفيروس يضعف وراثيا ثم يجرب على حيوان تجربة وبعد ذلك يجرب على أشخاص أصحاء وتعاير لديهم الأضاد ليتم التأكد من مستوى المناعة الذي اكتسبوه من جراء هذا اللقاح هل هو كافي للقضاء مستقبلا على أي إصابة إذا ما أصيب الشخص أم أنه غير كافي نعم نتمنى أن يعني أن يكون على حسب ما قرأت بعض التقارير عن هذه الدراسة في إكسفورد يتوقعون طرح اللقاح إذا ما صارت الأمور كما هم يخططون بسبتمبر هذا العام إن شاء الله وقد يكون في رأس العام نتمنى ذلك ولكنها كما ذكرت تبقى إلى الآن هي دراسات وتجارب نعم دراسات تحتاج إلى وقت في الحقيقة نعم ليس من السهولة أيضا لدينا سؤال من السوهة تسأل عن فيروس كورونا هل يؤثر سلبيا على الأشخاص الذين يعانون من مرض المناعة الذاتية يعني جهاز يقوم بمحاربة الجسم نفسه وتسأل أن جهاز المناعة عندها يحارب جسمي أن هذا المرض اسمه مرض المناعة الذاتية بالنسبة لأسوهة عم تسأل عن أمراض المناعة الذاتية يعني هو عبارة أن الجسم يسير بشكل أضاد أضاد تهاجم خلايا أعضاء فيه كالجلد مثلا أو المفاصل أو الجهاز الهضمي وتؤدي إلى حدوث خلل في وظيفة هذه الأعضاء هذا مرض المناعة الذاتي إذن هناك خلل هناك خلل في المناعة إذن هي معرضة أيضا لحدوث اختلاطها الطبية لا سمح الله أصحاب المناعة الذاتية من المؤكد أن مناعتهم ليست سليمة كما يجب وبالتالي يجب أن نتوقع حدوث اختلاطات طبية إذا ما أصيبوا بالكوفيد ناينتي لا سمح الله أبعده الله عنا جميعا نعم دكتور أيضا السؤال من عزيز ولد بنعمير يسأل عن هل الفيروس ربما هو أيضا السؤال الشهير هل ينتقل عبر الهواء كما سمعنا أم أنها إشاعات فقط حول هذا الموضوع ذكر دراسات قليل الحية في مواطن بداية الفيروس في أهان في الصين بما أنهم صروا خبرة أكثر من غيرهم بالفيروس يعني من شهر تشنين أول من الماضي يعني صار لهم ستة شهور فلاحظوا أنه بطرق انتقال الفيروس على الأسطح وفي الهواء وفي الردات لكن المؤكد حتى الآن ومعلومات من منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على انتشار الفيروس عن طريق الهواء ولكن هنا أحب أن أؤكد يعني الفيروس عندما ينتشر من الطرق التنفسية للشخص المصاب ينتشر عن طريق العطاس أو السعاد على شكل رذاذ يعني ممكن الرذاذ يوصل لحد مترين في الجو المحيط بالشخص ولا ينتقل بعد عدة دقائق يعني ذكروا 8 دقائق ممكن أكثر قليلا أنه تبقى هذه الرذاذ المليء بالفيروس يبقى معلقا في الهواء في نفس المكان الذي تم به العطاس ثم يسقط على الأسطح وعلى الأرض وهنا أهمية ما يلي كل شخص مننا لكي يخدم نفسه ومجتمعه والآخرين عليه أن يعتبر نفسه مريضا اعتبار وعندما يسعل يجب أن يسعل ضمن منديل ورقي أو استخدام المرفق لتغطية الفم والأم لكي لا يتطير الرذاذ في الهواء خارج جسمه على مسافات بعيدة نعم لأنه خلال هذه الدقائق الثمانية أو أكثر قليلا أو أقل يمكن لشخص سليم إذا ما نواضع كمامي ومر من نفس هذا الهواء المليء بالرذاذ خلال هذه الدقائق من الممكن أن يصاب لذلك أهمية العطاس في المنديل أو في المرفق جدا مهمة والغسئين لكي لا نعدي الآخرين لا سمح الله لأنه كثير مننا ممكن يكون مصاب بدون أعراض وقادر على أن يطلق الفيروس في الهواء على طريق الرذاذ أما الفيروس نفسه أو الرذاذ لا يتحرك في الهواء يسقط إلى الأرض يبقى معلق دقائق ثم يسقط إلى الأسطح نعم ربما كما ذكرت دكتور وليد هي النصيحة الذهبية هي الوقاية محاولة الوقاية قدر الإمكان من هذا الفيروس وفي نهاية حلقتنا من برنامج مع الحكيم الشكر للدكتور وليد رحمة استشاري أمراض القلب كنت معنا شكرا جزيلا لك وشكرا للمشاهدين على متابعتنا ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إلى اللقاء